لو وصفنا كتابك توصفيه بأنه كتاب خيالي ولا توصفيه بأنه كتاب نفسي بيحلل سيكولوجية البني أدمين من فكرة الاحتمالية أو فكرة الافتراضية أو فكرة الندم على شيء توصفيه ازاي؟ هو سيكولوجي هي رحلة من الاحتمالات هو أنت بتخوض جوه كل حاجة كان ممكن تحصل وبتشوف لو كانت حصلت أنت كنت هتبقى فعلاً راضي ومبسوط هو ده اللي أنت عايزه ولا لأ عشان في الآخر كلنا بنسبة 100% هنحس أنه لا هو اللي حصل ده لأنه هو الغيب اللي اخترتهم الواقع صحيح فهو ربنا اللي خالق الكتالوج عارفنا وعارف إحنا في الآخر هنوزن لإيه وعارف إيه الأحسن لنا بضبط حتى لو شر وحتى لو وجعك وحتى لو كل حاجة فهو ده الأحسن تخيل لو اللي أنت ما تعرفوش أصلاً كان أسوأ من كده ده أكيد فقدر اللهم شواء فعل ده أكيد ده أكيد فكرة الرضا بقى الرضا بالمكتوب والرضا باللي حاصل والرضا باللي إحنا بنتعرض له أي مكان حلو أو وحش دي أنت شايفاها قد إيه بتفرق في البني آدم بشكل عام وفي صرفاته وفي مش هقولك درجة إيمانه بس إنما كمان درجة يعني الرضا اللي بتكون عنده بحياته وبكل ملابساتها أي مكانت هي عاملة إزاي الرضا مش بيجي غير بعد صخت فكرة أن أنت ترضى بالقدر بتيجي بعد معاناة من أن أنت مريت بدا وأن أنا ليه أنا ماستحقش ده أو ليه ده حصل ليه فدايما بتكون فكرة الرضا بعد ممكن سنين من عدم الرضا بس عشان توصل له مجرد أن أنت وصلت له أنت هتبقى بعد كده جواك يقين أن كل حاجة بتحصل ديه فصالحي بس لحد ما توصل لها أنت بتاخد سنين معاناة سنين رفض سنين غضب سنين دروس 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 بتتعلميها بتتعلميها عشان تعرفي توصالي للبوينت دي أو تعرفي توصالي للمرحلة دي من اليقين ومن الرضا ومن الموافقة أنك تولي الوقت موافقة على اللي بيحصل ترجمة نانسي قنقر